همان رحيم. النهاردة هنتكلم عن تطبيق جديد من تطبيقات الانفيرتر. احنا ممكن نغير في الاتجاه الدوران عن طريق استخدام مشارة ومحساس. ممكن استخدامات الحساسات مع الانفيرتر تكون تغيير السرعة او تغيير التجاه. احنا هنا هنستخدم اتنين واحد مسؤول عن كل اتجاه السنسور اللي موجودين عندنا من النوع البي انبي. والانفيرتر بتاعنا الانفيرتر ماركة الكورية. المطور بتاعنا مطور نص اصان. هو ده اللي احنا هنستخدمه بحيث ان احنا نبين الاتجاه الاساسي او اتجاه العكس المدينة على الاشارة اللي يصدرها. هنستدل على اي جوز اللي هو الرد المعدائي بتاع المفاكة بحيث ان احنا نقرب من فنقدر نغير في اتجاه الدوران. همتدي بتاعنا مع بعض. قرب. لما ادي ده سجنال عندنا. لان المطور بيدور في اتجاه معين. الاتجاه ده اللي هو الاتجاه زماء مبين في اه البطور. اتجاه الفرور نقدر نغير طبعا من طريق اللي احنا ما ادينا امر بتغيير التنشيومتر. هي اللي تغير فيه بسرعة. نقدر نستخدم الحساسي التالي حتى نستدل على ده بانشارة اللنت. احنا ادينا سجنال سجنال دي. سببت ان هو هيدور في التجاه العكسي بس لازم يوصل للزيرو الاول وبعد كده هنلاقي ان السجنال متقلب ليه الريبيرس. الاشارة بقت اشارة لحظية. ولكن اللي بيحتفظ بيها هو يعني هممكن نعمل مع بعض بحيث ان احنا نشوف البروة ده الاشارة هنا. بتاحنا اللي بيحتفظ بيها. يعني لو قربنا هنا نشوف الاشارة هنا وفي نفس الوقت هنشوف ده هياخد الاشارة. يبقى اللي بيحتفظ بالاشارة. بيوصل بسرعة الزيرو بعدين يمشي فيه الاتجاه كالمعاكس زي ما احنا شوفنا فقايل تغير الاتجاه. نفس الفاكرة بالنسبة للتاني. تمام. بيعمل عملية الدمج او عملية الفرمالة تبطى لزمن وده واحد من اشكال كنترول في الاتجاه بناء على اشارة من احساس هاريجي ده احد تمارين دورة الفلاكة الملقصية.